اشتركوا في القناة فأكد الوزير في تصريح وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العلاقات البحرينية المصرية اكتسبت دفعة قوية وإيجابية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معززة من أهميتها الاستراتيجية كنموذج يحتذا به في الأخوة والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية الوثيقة والمتنامية وثمن وزير شؤون الإعلام المواقف الثابتة والمشرفة لمصر العروبة والحصن المنيع للأمة العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب مملكة البحرين والخليج العربي ودعمها الدائم لحقوقنا وقضايان المشروعة في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتضحياتها المشهودة في الذود عن الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية من منطلق دورها المحوري كركيزة أمان وسلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأكد رمحي وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وتلبية تطلعات شعبها الشقيق نحو استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وأعرب عن اعتزازه بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود الدولية المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب منوها إلى وقوفهما وتضامنهما مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لكل ما يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة البلدان العربية وسيلتها الإقليمية ومساسا بمصالح الشعوب الشقيقة وأكد وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد رمحي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر عبر تبادل الأخبار والمعلومات ونقل الخبرات الفنية والتقنية والتنسيق المشترك في نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات التطرف والكرهية والتحريض على الإرهاب في وسائل الإعلام المختلفة ترجمة نانسي قنقر